السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد معكم هيند من اسطنبول نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبعد نقول لكم برقع واشركم ان شاء الله يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحة والسلامة والمغفرة يا ربي اليوم ان شاء الله غدي نصور لكم واحد من أرقى الأسواق الأسبوعية باسطنبول ما كنصوروش لكم بزاف ما واخدش الحق ديله بزاف فعلا زوين كيكون كل يوم الأربعاء اسميته يشي الكي بالعربية هي القرية الخضراء جاي في المنطقة دي البكر كي دائما كنصور لكم يوم الأربعاء في الفاتح بزاف لأنه قريب هذا شو يبعيد دكشي لش اليوم غدي نركز لكم على جوش ديال الطرق كيفاش يمكن لكم توصلوا لي لأنه أخير مرة وخاش رحت كيني بعض الناس اللي ما فهموش مزيان كيفاش يوصلوا فاليوم غن نركز لكم بكيفية الوصول كيف العادة قبل ما ندول الفيديو اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والتعليق الزوينة وشاركوا الفيديو مع أصحابكم وحبابكم ليجين لإسطنبول فعلى بركة الله أغلبية السياح كيكونوا جالسين في تقسيم أو لا في استقلال أو لا في النواحي فيمكن لكم أنكم تاخدوا واحد تقسيات اللي كيكونوا خصيصا لهاد يشي الكوي كيكون كل أربعة يعني كينين تمك كما كتشوفوا هذه السحة ديال تقسيم الميدان ديال تقسيم كينين هاد الباعة ديال الورود غتفوتوهم ياك وغتخليوا المسجيد الجديد على اليسار ديالكم شوف المسجيد فين كين وهنا يدزت على البلايس ديال الورود أو لا يمكن لكم تخرجوا من جهة المسجيد ركيبا لكم تماك هاد تقسيات صفرين هادو كيما كتشوفو كي يديول بزاف ديال البلايس نتو ما قولوا لهم يشي الكي هو في الأول غاي بغاي يزربع لكم يقول لكم ما نديكم كورسا ما نديكم كورسا إلا كنتو خوصا لك تتلسى ربعة الناس أنا هنا كان الأخ ديالي كان جا وكنت مشيت مع زوجة ديالولاد وذك شي وخدينا في الأخير ما مجدتاشي واحد معك نحنا مشينا الصباح بكري فمشينا الراسنا ما خديناش كورسا أكيد حيد قلنا لي بقى حتى تتعمر منين تعطل عاد باش يعني يدانا خلصنا للشخص الواحد خمسة وعشرين ليرة تقريبا نقولوا شي 14 درهم مغيبية واحد الأورو و30 سنة كال صراحة عجباتني بالنسبة للناس اللي كيني في تقسيم ساهلة كتشدو كي حتكم قدام الباب ديال السوق المسافة ما طويلاش بزاف يعني إلا إلا درتو الطريق الثاني دغية وصلنا مكاملاش حسن الساعة لقينا راسنا قدام الباب ديال السوق ديالي يشي الكي غير هو لي الأمانة هاد خمسة وعشرين ليرة فكانت قبل من العام هذا اللي دخول الفين وعشرين لذلك يقدروا يكونون أسعار تزادوا باش نكون معكم مواضحة الأسعار الحالية معرفتاش تقدر تكون تزادت يعني وتقدروا تمشيوا أقل يعني وصلوا تماماك سولوا على راسكم ويعني وتشتروا فالحل الثاني أنكم تمشيوا عبر الميترو المهم الميترو من أي بلاسة كنتوا في اللاللي كنتوا في تقسيم كتشدو الميترو أمجوش كتشدوه الآخر ديالو اللي هو ييني كابي عقلو ييني كابي جهة ديالو يعني مني غير تركبو في الميترو أو تنزلو في الميترو غير تقلبو على الجهة اللي كي يديو ييني كابي باش ما تدخوش في الجهاز هنمني كتوطلو لييني كابي في الآخر كتلقو الجهة ديال المارماراي المارماراي هو في حل شكل ديال يعني في حل الميترو ولكن هو محسوب على السيكة الحديد و أغلى مواصلة اللي واصل 22 ليرا وما قشلكم الميترو بعشرة الليرا تغير هو المارماراي كي يردو لك السرف مني غتنزلو لتحت غتمشيوا الجهة ديال الأزرق هالكالي كين أحمر والأزرق وهنا في الخريطة غايبي يليك الأحمر المحطات لي بالأحمر والمحطات لي بالأزرق احنا يمتلو الجهة ديال الزرقه اللي هنا يشيلكي الشيارة مكنش بزاف جيال محطات يعني ضغية غادي توصلوا للمحطرة سميت السوق سميتاتها هي يشيلكي كيما كتلكم بالنسبة للمارماراي فمني كتخرجو على برا هنا كتلقوا واحد الماكينات كينزلو الناس كيوركو عليهم بالكارت هنا كترد لك السرف وانا هنا ردت لي عشرة ديال الليرات من الأصل ديال 22 يعني في حالة خلصت غتناش وهذا القضية كنت نحيدوها من الكارتات ديال السياح يعني فقط المقيمين هنا يا اللي عندهم الكارتات اللي باقين كي يستفدوا يعني من المجانية ديال المواصلات شرحت لكم هذا شيء في الفيديو شحال هادي ديال التغييرات اللي داروا فهد العام دونك كيما كتشوفو هنا يا غادي نخرجو يعني محطة على على برا كيف كتخرجو على اليمين جالنا ها هو خرجة ديال المارماراي كتدورو على اليمين جالكم وانا هنا كنشرح كيما كنقول لكم دائما للناس اللي ما كيفطلوش انهم يشيرون المرة هنا يا باش يدروا الانترنت كتجيوهم غاليا ما كيبعوش يصدعوا راسهم او يزيدوا عليهم ليشارج الناس اللي ما كتكونش عندهم الانترنت فهنا كنشرح لكم مزيان باش ما تلفوشوا حتى اللي عندهم الانترنت ربعا دلمرات الجي بايس كي تلف حيث انا كنترات لي اول فيديو صورت ليكم عامل لي فاسي العاقلين كنت تبعت جي بايس ديال جوجل كتبت يا شي لكي بازار وتبعتو وخرجني في واحد البلاصة عاد باش في الاخر كتشف اللي واقيا كان شي واحد قديم تمك وتحول مهم مبقاوش هالديل القديم فهناي كتبقاو غادين كتخرجو الشارع وكتبقاو في حالة غادين على السكا الشي على اليمين جالي هذي كراجيها ديال مرماري كما كتشوفو وانتو ما غادين نيشا نيشا ما كتدورو لهكا لهكا هادو اللي دول مش لي كي يجيبو في زعما في النواحي هنا يا غادين في جي هاني ديال سكا كتتمشو واحد العشرة حسن 15 دقيقة على حسب وش كتتمشو ضغية او لا لا يعني غادين بقاو كتتمشو انا غادين خليليكم من تحت صندوق الوصف يعني الموقع الخريطة اللي خديت انا من السوق يعني ما زيتوش من جوجل باش هكا اللي عندول انتغنت يعني ما يتلف متاشي حاجة اغلبية الناس را كتلقوهم بعدها اللي كينزلوا نهار الاربعاء من المرماري كتلقو العيالس بزاف غادين للسوق يمكن لكم تصولوا اي واحد يقول لي غير يشي لكي طازار را غاي نعت لكم او لا غاي يوريكم كيف كتشوفو هنا يا را كيبا لكم هو واحد يعني السوق اللي هو مسقوف زوين بزاف منظم بشكل رهيب بالنسبة للناس اللي كيمشيوا الاسواق وشايفين الفيديوه ديال اسواق هاي لاحضوا هاد الامر ان السوق ديالي شي كي سبارك الله منظم اكثر من اللازم والسلع اللي فيه الجودة ديالها عالية كي اللي غاي قولي الاسعار فيه غالية اه كنت صفق معاكم ما كنقولش لكم غالية على الاسواق اخرين تقدروا تلقو شي حاجة اللي غالين في حالهم في اسواق اخرين ولكن اغلبية السلع اللي كاللقاهنا الجودة ديال حسن من اللي هي خاتكم تعرفوا باللي هنا في توركيا را كتباليكم قطعة نفس شي نفس كل شي ولكن را الفينيسيون باش مخدومة ويعني التوب وذلك شي كتلقاها مغير على حسب الدراجات ديال وهنا يا هاد السوق بزاف كي جيوليه هاد الخالجيين بزاف يعني كي شروا من عندو كي شروا منو بشكل رهيب وخصوصا الماركات حيث هنا هي معروف بالبرندات الماركات المعروفة التقليد اللي غالتلقو يعني رخص من المحلات اللي مشيت وتتاخدو يعني سواء حقائب او لا اه صبابات وكل شي كل شي فيه زوان فالناس اللي كتقلب على الجودة كتقلب على الاكسسوارات هذا معروف بززاف لازاكسسوار كنصحون بيش الكاي يعني حاجة راقية وزوانة يعني ما شيف حال الاسواق الاخرين من الرخاصين وخاص يتقلبوا داكش في حال دبا هدا دير حويجة صراحة سنزوانين ماركات اه اللقيت عامية وخمسين ليرا هي خمسة وثمانين درهم مغربية تقريبا شي سبعة اورو ونصف اه وايضا حتى هنا ايا مية وخمسين كيف كتشوفوا سبعة ليراونس زوانين وشي كل شي جديد يعني مقدم موالو ربتيكي ديالو بكل شي لي كما كتشوفوا اه قلت لكم هاد السوق يعني فيه فيه الجودة يعني كسر من الاسواق الاخرى والاسعار شوية كيكونوا زايدين يعني كما كنقولو حنا زيد الماء زيد دقيق وكيني شي حويج لما كتلقاهم شو اسواق اخرى كيكونوا هنا يا غادي نوريكم ان شاء الله في الجولة غادي تشوفوا كل شي على عينيكم فبزاف الناس اللي كيقولوا لي اعطينا احسن سوق ما احسن سوق ارخص سوق فكل سوق واشنو فيه كل سوق وباش مكلف بغيتو راني كندرت لكم فيديو شامل في الاسواق من يوم الاثنين حتى اليوم الاحد والاسواق زع ما كل واحد اشنو فيه وباش معروف وطريق ديال ووصول ديال اخلي لكم من فوق يلا ما شتوش كيما كتشوفوا هنا بزاف عندهم سبرديلات التقليد وعندهم الحوايج هاد القنيضرات اللي المعروف انا ديال البيجامات فيكتوريا سيكريت كينا هادى معروفة كتبيعون سوا ديال البرد او لا ديال الصيف كيما كاتشوفوا رالاسعار كل حاجات ديال التمنج لهم التحت كان انقعدوا ليسا ديال القطاع ديال لهم الف ليرة كيف كاتشوفو كيان كان انضن تلسا ديال البيجامات حيط ديرات تلتمية وستين ليرة 306 ليرا البيجامة هي مئة 200 درهم تقريبا 18 أورو ونحتل ب450 لحدة دائما عندها زيت حملة تصبح بكري لقيتها خاوية تسيدة يكون مكتل الخليجين بزاف كي يأخذون من عندها ما أنا جوني أسعار ديرا شوية غالين بحال دبا وحدين الفوق ديران فيهم سبعة القيطاع هادو 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 سبعة مئة ليرا هي 400 درهم تقريبا 35 أورو أنا كي أعجبني صراحة في هذا السوق التاوي كيف كتشوفه كل شي مقدد كل شي مستف ما شيف حال الأسواق الأخرين الروبلا وزحام ومهم هنا كنت تحكم دائما بالأسواق تصيروا الصباح بكري حيث إلا مشيتو وصل النهار كتعمار دنيا حتى في هذا كتعمار دنيا هادو كاللعبات اللي كي يصقوف هادو كصناد هادو جيل البلاستيك هادو الزوقات لليل العشرات الليرا للوحدة هاد سيد كيكون في السوق ديران مصراحة جربت عندو واحد السايكان واعرين بزاف صراحة ضريف وعندو بالنسبة للناس اللي ما عندو مش مع الماركات ودك التقليد ديال الماركات فهو كيبيع واحد السايكان اللي هما أوريجينال يعني من ماركات عاديين وكين قاعلي جلد عندو وزوينين هادو العاديين هانتو ما غايورني دابا التامن ديالهم هادو كاملين بميتين ليرا ميتين ليرا هي مية وعشرة دراهم عشرة أورو وهادو ميتين وخمسين ليرا مية واربعين درهم تقريبا اه تناش الأورو ونصف وكين وكين اللي بتلتمية وخمسين ليرا هما أغلى وحدين اللي هما ميتين درهم اه تمانتاش الأورو انا كما كتلكم جربت عندو واحد صراحة نزوين الجودة ديالهم مزيانة كيف كتشوفو هاد اللي بات ديال البنيتات الصغار راه موجودين دابا السعر ديالهم تقريبا موحد هادو ش باش بليت كنا خدو من البناتي مية وعشرين ليرا هي 14 درهم مغربية تقريبا اورو وثلاثين سانتا كاك او لاجوج اورو ودولار ايضا ونصفره فحال دابا الدولار فحال الاورو كيف كتشوفو كين ديالبنيتات الصغار وكين ديالكبار على حسب راهنا كي قاددوهم على وديت اه دعمال العبارات وهنا هادو تقشرات كيف كتشوفو هاد تقشرات دياليهم خمستاش اللي بات ديال تقريبا ثمانين سانت اورو وكيكونوا بطاكي يعني تقدروا تلقوا جوج ديال القطع فيهم يعني جوج ديال تقشرات اولا تقدروا تلقوا حتى ثلاثة على حسب كل شكل كين ديالوليدات الصغار كين ديالكبار هادو تريكويات اللي هم ماركات مقلدات تمان ديالهم روما الفوق مية ليرا اللي هي ستين درهم مغربية خمسة اورو او لخمسة يورو كيما كتشوفو كين فيهم ديال الرجال وكين ديال النساء اللي هم طوالين كيف كتشوفوه هنا يا جيت لهاد العيالات غدي يعجبوه من النساء كي حمقنا هادشي ديال الطابلة وهذا واللي عجبني بزاف لأول مرة نشوفهم هما هادو ديال رمضان كين ما كتشوفوه داروهم عقب الرمضان غزالين عجبوني بزاف بزاف كيف كتشوفوه ولكن جاني مغليهم بزاف لانه مستغل الفرصة يعني ديال الرمضان وحنا العرب عزيز عدينا هادشي مكتوبين بلغة العربية هادا ديال بقلي فيهم تمانية مدير شفيهم مستحنة مولفين ستواتناش تمانية ديال القيطاع فيهم الف وثلتمائة ليرا ديال الرمضان الف وثلتمائة هناك 300 درهم مغربية تقريبا 65 أورو وهادوك الحاني اللي عادي كامين كالي الف لير اغلب 550 درهم مغربية تقريبا 50 جال أورو وهذا الجري اللي فيهم الوريده هما الرخاصة كان عقلية 750 ليرا فيهم بزاف لالوان يعني 420 درهم مغربية تقريبا 1-8 و 30 أورو يحلونهم الى الهدابة وكريم وكريم يوجد الفخشات والمغصو يجبوني الشكيلات والغزاء يوجد الكثير من الناب وكل واعر نريد أن نقصي على رمضان لتنقصي يزعم التمان يجب أن تتجد الفيات يجب أن تذكر الفيات أنت عامية فيات الفيات فيات وصن وهو الأخر ليست فعلت أن تذكر المحق في 2020 ولكن أردتهم من بعد أقل من هذه المحق في أسواق لا تشريه من عند أي أول واحد وهذا يبيع نديدرات طيبية لديهم مقاومة ضد الشمس ليس غير بلاستيك وصافي لديهم موديلات جيدة لديهم نهار جيدة أوريجينال كنت أخبيهم ونبيعهم من أرخيص لديهم الكوبي والكين كوبي لديهم موديلات جيدة لكم سعر 400 ليرة من غير واحدين رخاصين عيانين يقول لك زعماها أنا حيث كنت أعرف ويقول لديهم دنيا عامرة 800 ليرة 220 درهم مغربية تقريبا 20 أورو ولكن أعطي شي موديلات والله تحلف عليهم حتى أوريجينال يعني ينسوا علي ذاك شي غوتي وبرادا ونسبة إليه نحن نعرف على رايبان نعرف على المغرب ونسبة إليه وهذا اسمته بودروم رغت تلقاوا بزاف اللي يبيعوا ولكن هذا عنده طابلة كبيرة بزاف بزاف وراكيكون في أسواق أخرين حيث اللور كان كما كتشوفوا راكين الحد كان دن السبت كيكون في فنيت ديال بكر كي عرفتوا سوق السبت شها لذي توا ما مشيت شليه هدو ما الأسواق اللي كيكونوا فيه اللور وكيكون حتى في ديال بشاك شهير مهم كيكون بزاف ديال الأسواق وأغلبية هنا يعني الباعة راكيت نقلوا من سوق لسوق دابا كيما كتشوفوا في أواخير ديال الشتاء بدأوا كي نقصو شوية يعني كتلقاوا تخفيضات في الأشياء اللي اللي سخونة بالنسبة لكبابات جاكتات غايبداوا يتحيدوا بشوية بشوية يعني غايبداوا نقصو في من الأسواق هنا كيما كتشوفوا هدو كيبيعوا فقط الملابيس الداخلية كل حاجة و السعر ديالها راه محطوه تقدامها سواء ديال بنيسات الصغار أولا ديال الكبار كين حتى ديال بيبيتا هوما أغلبية بسداء خمسين ليرا هي ثلاثين درهم مغربية تقريبا جوج ديال الأوروغا نصف بالنسبة للناس اللي كتشتاف تلج في هذا وش كيكونوا الأسواق كيكونوا دائما ما كيحبسوش وخاء هذا مغلق ما كينش فيه مشكيل وحتى اللي ما كيكونش مغلق راه كيكونوا ديرين واحد البيشان ديال المال فقهر وكتتكرفس لهم السلع والناس اللي كيتتقدوك شوية كيتتكرفسوا لا غير يعني ولكن راه كيكونوا ديمة هذا عندو هادوك باشكتت تعلموا الكتوبة ما عارش نصط مية ديالو عندو محتالي سوفنير في حلكة البورتكليات عندو هادوك المانيتكي اللي كي تدرف في الناس اللاجا فيهم الميغناطيس زوين شكيلة اللي عندو ورخيصين أربعة بخمسين ليرا أربعة بثلاثين درهم جوج ديال الأوروغا نصف ها هو كما كتشوفو واحد اخر عندو نفس الموديل هادا معا السلام عليكم سوولتو كلي الف ومائتين وبخاكي يقولي النقص ليك يعني الى بغيت نشري وكتلي الف ليرا غادي قبل هادا كيبيع ذاك شي ديال الحيزة الحجاب عفوا كيبيع الزيوفة كيبيع السلايات كيبيع ليشال كيف كتشوفو في حال هاد في حال هاد الشال هادا بخمسمية وخمسين لايرا شوية ديال كاشمير بير بيري خمسمية وخمسين تلتمية درهم تقريبا تمانية وعشرين اورو عندو عندو الجودة مزيانة كما كان قوليكم مرات تقليد راه موجود ولكن تقليد راه على حسب التوب وعلى حسب يعني كين تقليد على تقليد راه كيتفر هادا عندو لي بيجاما كيما كتشوفو هادو كلي موتيف يعني هال ميكيات ودك شي ولكن ديال الكبار هادو هادو تمان ديالهم ديرلي هم مية وسبعين مية وسبعين هي مية درهم ثمانية اورو وخمسين بالنسبة للشورطات غير بسبعين ليرا اللي هي تقريبا اربعين درهم مغربية لسا اورو ونصف بالنسبة للناس اللي غاي سولوني على رمضان عارفاكم غادو تقولوا لي واش رمضان كيكون فيه السوق اكي يكون السوق موجودين في رمضان انا ما كتتغير تشي حاجة هنا في اسطنبول واللي غاي جي فرمضان غادي تصدم انو الناس اغلبيتهم ما كيصوموش نعم كتكون مطعيم كل شي محلول ما كين حتى شي اختلاف ما كيكون توقيت رمضاني ما كيتغير تشي حاجة يعني في حال جيتوا في رمضان في حال من غير رمضان من غير انتو ما غا تكونوا صايمين وصعفي يعني يما هنا ما كيتتبدل تشي حاجة هادي كتبيع لزانسو بمصابة ومبليد ديالها بالاحجار اللي كتقول بانهم اوريجينال في حال دبها التقم هذا السعر دياله سبعمية وخمسين ليرا اللي هي ربعمية وعشرين درهم تقريبا واحد ثمانية وثلاثين اورو وعنده الجوهر هذا حمقني صراحة نزوين وهذا قلت لي كنظن وقال ستمية وخمسين لما اخذ نكذب نسيت على السعر ما قلتوش في الفيديو وقال ستمية وخمسين ليرا على انقلوا واحد اربعمية درهم مغربية وخمسة وثلاثين اورو نقلوا تقريبا عنده بزاف ديال الموديلات عنده بزاف يعني راحيت مني كتوقف تصور عندي واحد وكتوقع تصور الاسعار كي تضايق كيني اللي كي يعطيك الخاطر وكي ما كيبغيش يبقي يسو يعني جاوبك على كل حاجة بوحديتها هاتي كامل مصابة هي يعني مخ الحقائب يعني المقلدة موجودة بكاترة بزاف نايا وكينين اختلاف ديال جوش كال الحقائب اللي كيكونوا مخدومين يعني بالبلاستيك عادي وكال الحقائب اللي كيكونوا مخدومين بالجلد هذو كلي كيكونوا بالجلد كيكون تمان ديالهم زايد حال دبها هاد سيدنيز كيقول يا بللي بالجلد هذي غير باش كدار فيها المغانا قال ليه الف وسبعمية ليرة اللي هي علين الف درهم يعني خمسة وثمانين اورو او تسعين اورو اغلبية الصيكان اللي وريتو الصغارين بالف وسبعمية ويام قال ليه كل شي جلدو كين فيه تاديك التوب ديال جلد هاكا كيحلف باللي كان مين جلد انما ما كان فهمش فيهم مزيان مزيان باش نقول لكم واش سكاي ولا جلد يعني بنفتيش هاد الصغير ورين هادو قال ليه بالف ومئة ليرا اللي هي ستمية درهم مغربية خمسة وخمسين اورو صراح عجبوني انا عجبتني غير الجودة ديالهم يعني في نيسي عن ديالهم كيبلي يزوين كان فرق شاسع مع ذوك اللي رخاص حيث كانين في حالو ممكن يتبعو بمية ميتين تلتمية ولكن ماشي في حالات الجودة زوين مخدو مذاك شي مزيان ارقيق يعني انا هادا عجبني بزاف مغلاج يعني ما شادش البلاسة فيه بلاسة البوغتابل الصرف ليكارت كل شي زوين كما كتشوفو راكيتبعد شي بالبوشت ديالو بالبلاسيك شي كامل بل امبالاجي لابوسو تاخدو يعني لي مخك اللي معروفين كاملين را عندو من لوي فيتان ودشي الى اخيري كيف كتشوفو كان حتى هاداك السيد لي كيبيع الكيوسة و كيبيع ذاك شي ديال الحمام و كيبيع السابون الطبيعي اللي عاقلتو علي كنتصورت عندو العمل لي فات والبنات باقي عاقلين على هاداك الحجارات اللي كنت شريت من عندو وقلت لكم غادي نجربوهم زوين والله هي البنات باقي محطوطين في الحمام مازان مع ماني ما جربتوه بش عارفو العقز والوقت ما كانش كل مرة كندخل ندخل ندوش دغية دغية وما كان ما كانستعملو مش ان شاء الله مني نجربو غادي نقول لكم هادا التقم ك كما كتشوفو 8 ديالهم 400 ليرا 220 درهم مغربية 20 أورو سبرديلات كما كتشوفو راهم موجودين المقلدين و ايضا هنا يمعروف بزاف المجوهرات المجوهرات سواء كين حتى النقرة كتلقوا الفضة يعني كتلقوا حتى المجوهرات هادو اللي كيكونوا مكتغيرش اللون ديالهم جودة ديالهم زيان هادا اغلبية القطاع هنا كيبيع الوحدة بميتين وثمانين ليرا اللي هي مية وخمسة 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 درهم سوولتو على هاداك يعني غورميتاز وسوولتو حتى على طوانق قال لي نفس 8 ميتين وثمانين ليرا هي تقريبا 14 الأورو او ل 15 دولار وقال لي أنه عندو غارانتي ما كيتغيرش اللون ما تاشي حاجة حيت سوولتو كتليمو شهدو كيبيد اللون ولا هدي قال لي يا اللار ما كيتبدليهم للون لا تاشي حاجة فكام نين دير لهم نفس سعر ميتين وثمانين سواء البيضين ولا الصفرين وقال لي يا رأي واحد كيشري مدنا هدي صفحة ديالنا في الانستغرام وكي نعطيو غارانتي يعني الواحد لخديسي الحاجة را ما كيتبدلش لالون دياله كيف كتشوفو هاد لي اوغ خصوص عن دي البنيوتات الصغار كي حمقو شوف كيفاش ديرين بخدو مين زوين هادو السعر ديالهم ميتين وخمسين ليرا اللي هي 140 درهم مغربية تقريبا 13 الأورو كيف كتشوفو كيني نتحب الحقائب بزاف غتلقوا مالين الصيكان بزاف يعني ما باش نصور لكم كل واحد وكين بزاف ديال الحاجات يعني ما تقدروش تخيلو السوق قداش كبير وفيه بزاف ديال بدخلات يعني خاسكم سبقا وغادين بشوية بشوية ليكم وكي ما قلت لكم بعد المرات كتلقوا واحد الحاجة كي بيعوها باعة مختلفين كي ما كيني الواحدين اللي عندو مسلعات ديالهم بوحديتا ما تلقوهاش في السوق كامل فغير ديروا واحد دورة باش شوفوا الاسعار يعني ما تزربوش في الاول باش ما تصيدوش بالنسبة المجوهرات فكينوا واحد الاختيار اللي هو كبير 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 بزاف هادو كما كتشوفو ديال ديال النضيدرات زوينين الشكيلات صراحة نعجبوني كما كتشوفو كين البيضين وكين السفرين هادو السعر دياله مرخي صغير ثلاثين ليرا ان هي تمنتاش لدرهم تقريبا سبعتاش لدرهم اكاك مغربية أورو ونص كيف كتشوفو هادو كيني حسادوك ديالي الدين بالعقائق وهذا كيني اللي بيجاما ديال الوليدات الصغار كما كتشوفوه وردو البل بنسبة لزاكسسوار كيني اللي كتشوفو هادو كين تبديلهم اللون يعني سولوهم زين حتى يقول لكم موش كتبتلش هادو اللي البيجاما ديالي الوليدات صغار 150 ليرا 85 درهم مغربية سبعة أوروان نصف وهنا هادى كتب أعدك شده لديكورات سراحة غزال كي حمقو زوين زوين تراحة بيزاف وهنا يعني تلاقي بشي مغاربة واحد مغربية وزوج ديالها تالفين حتى سولوني شدوا تاكسي وقالوا لي السوق التالى الرابع وجاءبوه من هادا يشيل كي هوام كانوا بغين الفاتحي أعجبوني كان الصينية ديال الشاي بوحدها والصينية ديال القهوة يعني الانسامبل بجوش بهم بألفين ليرة هي ألف ومئة درهم مغربية تقريبا مئة ديال أورو ولكن أكيد كما قلت لكم مني كتبغي تشري وخاصكم تشتروا مع راسكم هاد شي كامل مخدم باليد يعني مصاوبين وهوما يعني داك شي زوين وكان شي تحفت زوينين كين داك شي صغير وكبير على حسب انتو مع شنو بغيتو في حال دب هادو زوينين صراحة هاد السيت كاملة هادي بألفين وثلثمائة ليرة هي تقريبا ألف وثلثمائة درهم مغربية مئة وثلاثين قلت ليلة بوتي التخذي قطعة بقطعة ممكن وحدة وقيلة بخمسمائة ليرة اللي هي تلتمية درهم خمسة وعشرين وستة وعشرين أورو هاكاك وهاد صغيرين بوحديتهم يعني السعر ديالهم هادي ديما تكون هنا هي كنشوفها كنشوف سماسسق ديما مشي أول مرة تبني نجيد العملي فات كانت هادي كتب الملابس الداخلي كما كتشوفوه التحت كنا بسبعتاش ليرة ونص أو لعشرين ليرة على حسب الموديل كينين كما كتلكم بزاف ديال الحاجات هنا يا هادا كي بيع ليشال صراحة زوينين بزاف عجبوني را السعر حاطه الفوق كينين هادو كل الغلادين شوية بربعمية وخمسين هادو انسامبل هاك ليقات والطاقيات أربعمية وخمسين كينين ديال ديال ستمية كل حاجة وستعر دياله حال دبا هادو زوين الخامة ديالهم بستمية ليرة هي تلتمية وعشرين درهم تلتمية وثلاثين قولو مغربية 30 تل اورو صراحة زوينين يعني تقريبا تنين وثلاثين دولار فيهم جوش ديال الفاس يعني كينجيها لون والجيها الأخرى بلون وارطب بارطب بارطب البنات ما تتخيلوش عندو داك شي صراحة زوين هاوما الموديلات والشكال مهم أغميس وكوتشي ولوي فيتون مهم كيكون مقاع الماركة اللي اللي معروفة وكيعطيك بالبواطة ديالهم وكل شي لهم هذا دير لهم زيما بريفيكس ما كنظنش هدولي كيحطو الأسعار في حالك ما كيبغوش ينقصو لكن انتو ما جربوا الرأي ديالكم دابة 350 درهم مغربية تقريبا دابة ب 17 الأورو ونصف وهادو ب 150 وقال لي يا هدو 150 ليرة 85 درهم مغربية سبعة أورو ونصف قال لي يا لخلصي كاش غادي نقصوه ليك وليكب كين واحد بربعمية ليرة واحد بخمسمية ليرة هدو كل بخمسمية ليرة هدو كلي بخمسمية ليرة تقريبا 300 درهم 25 أورو هنا كيبغو الكاش كتر في حال بالنسبة للناس اللي كيديوا معاهم فلوس قليلة وكيبغو خلصوا بلا كارد رأي خلصوا بلا كارد دائما كيزيدو عليكم 1 العشرة في المياه ديال الكوميسيون حيز كسقطعها ليهم البنكة فمتي كيقول للك في البداية وتالا كان زعمة ما ما ياخدش من عندك ذك 10% كيقول لك ما غا نقص لك في التامن إطلاقا يعني كيبغو الكاش كيقول لك الكاش نقص ليك أما إليك تي غا تخلصي زعمة هذا ما ما يمكنش هالتقم هدول لو رخصوهم شوية بحال دبا هده بـ 600 ليرة 330 درهم مغربية 30 أورو وكين واحدين سامبل بادين من 400 ليرة هما هدوك اللي وراتني دبا 400 ليرة 220 درهم مغربية تقريبا 20 أورو يعني التقم فيه السروال وفيه الفوق دياله كين أغلى وحدين هما بـ 550 ليرة 600 مهم هذا هو السعر اللي عنده على حساب الموديل كيف كتشوفو الدنيا مقاد دا مساوبة هنا العشرة ديال الصباح الدنيا مازال ما بدأتش كتعمار فكل شي مقاد كل شي باين كيبغو كم زيان أشنو كين وغا دي تشوفو الوقت اللي غا دي نخرج فيها كيفاش غا دي تكون زحام يعني من الاحسن كما كنقول لكم دائما في الأسواق باش تستمتعوا وتشوفو السلع مزيان أنكم تمشيوا بكري يعني باش يبغو كل شي وتتاخدوا على راحتكم هدو السابوية ديال الزارة اللي كنو خرجو عليهم في الصيف أراهم كيني حساب هما السعر ديالهم ميا وخمسين ليرا خمسة وثمانين درهم مغربيات قريبا شي سبعة أورو ونصف كينين راهنا يا هدوك ديال الرمضان قد تلقوهم في كل مكان هنا يعني هذا التالت واحد اللي شفتوا عندهم يعني موجودين هذا كيبيع ليس شوفات ديال دراري الصغار يعني ماركة معروفة نايك أديداس يعني مش غايد ديالهم جالهم تلتمية ليرا ميا وخمسة وستين درهم مغربيات قريبا 15 الأورو وهذا كيبيع المنطويات فورير ذاك شي عندو صراحة سنة عندو هاد الخضر هاد ديال الفورير هادو بتلتالاف ليرا صراحة قاسحين شوية تلتالاف ليرا هي الف وستمية وخمسين درهم مغربية تقريبا ميا وخمسين أورو أما بالنسبة للكاشمير ثمن ديالهم الفين ليرا اللي هي الف ومية درهم مغربية ميا ديال أورو يعني كين تلتالاف كان الفين على حسب الموديل أما الجودة ديالهم صراحة زوين امني كتقيسوهم يعني بايني هذا مهم قلي انهم فورير أصلي ولكن كنظن أنا الفورير أصلي كيكون غلى من هاكا كيما قلت لكم حاجة اللي ما كان فهمش فيها مزيان ما نقدرش نفتي فيها مي الجودة ديالهم والفينيسي عشباتني جاتني زوينة انتو ما ديك ساعة منيها تكونوا قدامهم بعد المرة تصوير بالكاميرا ما تبينش مزيان يعني كيبينش الألوان مزيان كيما هي ما كيبينش الجودة خاسكم دائما تقلبوا الحاجة وتلبسوها وتشوفوا كيفاش مش جاتكم مش عجباتكم مش دك شي وادك عادي يمكن لكم تحكموا على الحاجة وهنا غادي ناخد فاصل من التصوار ونرتاح حتى من الفيديو لأنه طولت فيه بزاف غادي نقسمو لكم إن شاء الله وهنا غادي ناخد واحد الفاصل غادي مشينا كل جوز لما اللي هو عبارة على مسمن حي مسمن ديالنا وكيكون عمر من الداخل يا إما بالسبانيخ يا إما بالجوب بوحديتو يا إما بالبطاطيس يا إما بالكفتة أي حاجة بغيتوها كتلقوات منهاك صراحة زوينة زوينة بزاف كنصحكم أنكم تاخدوها كيف كتشوفو أنا كنفتوها كيف كتشوفو نقلس عند هاد القوز لما ديال كامال قوز لما بادية من خاوية ثلاثين ولو كيدلو الخاوية حتى الخمسة واربعين كان ضمن خمسين كنتا ديال خمسين لايرا مويم أنا خديت بلايزي بينار وخديت بلاي فخوماج هناك لنا قلسنا كاملين بغتو الشاي يمكن لكم تاخدوه خمسة واربعين لايرات قريبا نقلو حل خمسة وعشرين درهم مغربية جوش ديال أورو ونزف وكتقلسو يعني كتتاخدو شوية لأنه باش بقوا تابعين سوق 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 را وكتخفو كين بزاف ديال الناس اللي كيصابو القوز لما كين شاور ما كين هكا رابوس يتغلسو ترتاحوا واحد شوية فما سخيتش بيكم ولكي الفيديو تبارك الله غيجي طويل دايجا حنا وصلنا نص ساعة عرفتكم كين بزاف لي عزيز عليهم الفيديو يكون طويل بزاف كين يستمتعو كين الناس اللي ما كيبعوش شي طويلو يعني مكتفرجوش من كل شي فهكا غادي نقسم الفيديو حتصورت لكم بزاف ديال حاجات ليزوينين الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نكمل لكم ت تسيمة ديال بارت جوج باش نوريكم بزاف ديال الحاجات اشنوا باقين في الصوق ونعطيكم الاسعار ديالهم كنشكركم بزاف مرة اخرى على التتبوع على الدعم ديالكم على الكلام طيب على الدعوات وكنقول لأي واحد جاي ان شاء الله في العطلة الجاية الله يجيبكم على خير ويديكم على خير وإلى فيديو الجاي ان شاء الله سلام عليكم